المقارنات التفصيلية والشاملة ترجعويان اليوم لمقارنة اكثر هواتف مبيعا من سامسونج ومن الفئة المتوسطة هاتف سامسونج المحبوب الـ A72 ضد هاتف سامسونج وحش الفئة الاقتصادية الـ M62 هنتوقف على كل الفروقات والاختلافات ومواصفات كل جهاز وأي الجهازين أفضل لكم للشراء كل الأمور هنغطيها بمقارنة اليوم إن شاء الله ومو الهدف بالمقارنة أن نذكر أي الجهازين أفضل بالتحديد لكن المواصفات ولغة الأرقام حتكون واضحة للجميع وممكن بعض الأمور اللي تكون بالهاتف وتعتبر مميزات عند بعض الأشخاص ما تكون كذلك ويا أشخاص آخرين مثلا لو ذكرنا أن حجم الشاشة 7 إنج والآخر 6 إنج البعض يعتبرها ميزة لأنه يفضل حجم الشاشة الكبيرة لكن شخص آخر ما يفضل هذا الشيء وممكن حتى يعتبرها سلبية فخلونا نبين كل التفاصيل حتى يكون هذا الفيديو بالنهاية مرجع للجميع قبل أن يختار بين الجهازين تابعوني للنهاية لمعرفة كل التفاصيل وبداية ولكل جديد ومفيد تأكدوا من الاشتراك كويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد قدمه بالقناة أولا بأول ولا تنسونا من ضغط الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق وأهلا بكم في فيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم أحبابي المتابعين الكرام من كل مكان وياكم أخوكم أحمد العلي ورجعنا لكم بمقارنة جديدة تفصيلية وشاملة بين الهواتف المختلفة واليوم مع مقارنتنا بين هاتف سامسونج الجالكسي اي 72 وهاتف سامسونج الام 62 خلونا نبدأ أولا مع اللانش ديت أو تاريخ الإطلاق للهواتف هاتف الاي 72 يوم 26 مارت شهر الثالث سنة 2021 أما الام 62 فيوم 3 بشهر الثالث سنة 2021 النتوورك أو دعم الشبكات الجهازين تدعم شبكة الفورت جي أل تي إي الديمينشنز أو الأبعاد على الاي 72 البيت أو الوزن في اي 72 بوينت أربعة في ثمانية بوينت أربعة ملي متر أما الام 62 البيت أو الوزن هاتف الاي 72 ميتين وثلاثة غرام أما الام 62 ميتين وثمنتعش غرام البيلد او مادة التصنيع الجهازين تجي معه الغلاس فرونت والبلاستيك باك يعني الزجاج من الامام والبلاستيك من الخلف مقاومة الماء والغبار متوفرة فقط على هاتف الاي 72 ضمن الاي بي 6 7 داست اند واتر ريزيستنت الديسيبلي او شاشة العرض هاتف الاي 72 سوبر اموليد يدعم 90 هيرتز مع 800 نيتز اما هاتف الام 62 فسوبر اموليد بلس 420 نيتز طبعا يدعم 60 هيرتز فقط السكرين سايز او حجم الشاشة الاي 72 وكذلك الام 62 تجي بقياس الستة بوينت سبعة انج الريزولوشن او دقة العرض على الجهازين تجي 1080 في 2400 بيكسلز مع نسبة العرض او الريشيو 20 الى 9 لكن الكثافة او الدنسيتي على الاي 72 394 بي بي اي اي اما الام 62 ف393 بي بي اي يعني الفرق يكاد يكون معدوم البروتكشن او الحماية على هاتف الاي 72 غوريلا غلاس 5 الاي او اس او نظام التشغيل على الجهازين الاندرويد 11 مع واجهة سامسونج الونيو اي 3.1 الشيبسيت او المعالج على الاي 72 كواوكم سناب دراجون 720 جي مصنع بتقنية الايت نانو متر اما هاتف الام 62 فا اكسونس 9825 مصنع بتقنية 7 نانو متر والى تفاصيل المعالج على هاتف الاي 72 ثماني نوا اوكتا كور 2 في 2.3 جيجا هيرتز كرايو 465 جولد وستة في 1.8 جيجا هيرتز كرايو 465 سيلبر تفاصيل المعالج على الام 62 ايضا ثماني نوا بالتفاصيل التالية اوكتا كور 2 في 2.73 جيجا هيرتز اكسونس ام 4 و2 في 2.40 جيجا هيرتز كورتكس اي 75 و4 في 1.95 جيجا هيرتز كورتكس اي 55 تفاصيل الجي بيو على الاي 72 ادرينو 618 اما على الام 62 ما ليجي 76 ام بي 12 الميموري او الذاكرة هاتف الاي 72 يجي مع خيارات 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام او 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام او 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام اما هاتف الام 62 فييجي مع خيارات 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام او 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام والجهازين تدعم اضافة كارت الذاكرة الخارجي يعني متوفر الميموري كارت سلوت والى الكاميرات الاساسية على هاتف الاي 72 رباعي العدسات 64 ميجابيكسل وايد أو عريضة 8 ميجابيكسل تيلي فوتو 3X Optical Zoom 12 ميجابيكسل ألترا وايد 5 ميجابيكسل ماكرو مع دعم الـ HDR والفيديو الخلفي يوصل إلى 4K 30fps أو 1080p 30 أو 60fps أما هاتف الـ M62 فأيضا رباعي العدسات لكن بالتفاصيل التالية 64 ميجابيكسل وايد أو عريضة 12 ميجابيكسل ألترا وايد أو عريضة جدا و 5 ميجابيكسل ماكرو مع 5 ميجابيكسل ديبث أو كاميرات عمق مع دعم الـ HDR والفيديو الخلفي يوصل إلى 4K 30fps أو 1080p 30fps طبعا للي يسأل في الكاميرات الخلفية على هاتف الـ A72 أفضل بكل تأكيد من هاتف الـ M62 بالنسبة للكاميرات الأمامية أو السيلفي فعلى الجهازين تجي 32 ميجابيكسل وايد أو عريضة مع دعم الـ HDR والفيديو الأمامي يوصل إلى 4K 30fps أو 1080p 30fps الساوند أو الصوت على هاتف الـ A72 يجي ستيريو والجهازين تجي مع توفر منفذ الـ 3.5 ميلي متر طبعا الصوت على الـ A72 أفضل أيضا من الـ M62 نسخة البلوتوث على الجهازين 5.0 الـ USB على الجهازين USB Type-C 2.0 USB on the go وبالنسبة إلى قدرات البطارية أو الشحن فعلى الأي 72 البطارية بحجم 5,000 ميلي إمبير والـ Fast Charging أو الشحن السريع 25 واط أما على الـ M62 فالبطارية عملاقة بحجم 7,000 ميلي إمبير والـ Fast Charging أو الشحن السريع أيضا يجي بقدرة 25 واط مع توفر ميزة الشحن العكسي أو الـ Reverse Charging البطارية والشحن على هاتف الـ M62 أفضل من اللي موجودة على هاتف الـ A72 الـ Colors أو الألوان على الـ A72 Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet and Awesome Blue الأسود والأبيض والبنفسجي والأزرق أما على الـ M62 فالليزر Green والليزر Gray والليزر Blue يعني الأخضر والرمادي والأزرق الأثر فيتشرز مثل توفر الـ NFC متوفرة على الجهازين أما البصمة تحت الشاشة أو الـ Under Disability Fingerprint فمتوفرة فقط على هاتف الـ A72 أما هاتف الـ M62 فتجي البصمة من نوع البصمة الجانبية على جانب الجهاز اللي هي Side Monted وليست مدمجة بالشاشة اختبارات الأداء غير متوفرة وقت إعداد التقرير فهذا كان كل شيء متعلق بمقارنتنا بين الجهازين وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لجميع المهتمين ويبقى على طول مرجع لكم في حال حبيتوا تتعرفون على مواصفات الجهازين أو ردتوا تعرفون الفروقات أو أي شيء آخر متعلق بالجهازين أحاول إن شاء الله أقدم لكم مقارنات أكثر بين مختلف الأجهزة ومن مختلف الشركات وإذا كان لديكم طلب عمل مقارنة بين أجهزة معينة تركوها بالأسفل بالتعليقات والطلب اللي يحصل على أكبر عدد من اللايكات انسوينا مقارنة إن شاء الله وخلص هذا كان كل شيء أتمنى يكون الفيديو مفيد للجميع للمزيد من هذه الفيديوات والشروحات والأخبار والمعلومات تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسونا من الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق شكرا لكم على حسن المتابعة وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوات القادمة في أمان الله